نحو 150 منزلا نصف في القدس منذ مطلع العام الحالي فقط نسبة قطعت حد الخطوط الحمراء وتجاوزت وفق الإحصاءات مجمل ما دمره الاحتلال خلال الخمسة عشر عاما الماضية إلا أن هذه الفاجعة لم تكن آخر فصل من فصول الانتهاكات الإسرائيلية لهذا العام فمؤخرا صادقت الكنيسة الإسرائيلية على تعديلات عنصرية جديدة في قانون البناء والتنظيم الإسرائيلي المعروف باسم كامينيتس تتيح للجان التخطيط والتنفيذ تطبيق أوامر الهدم على منازل الفلسطينيين وتسريعها بحجة عدم الترخيص دون الحاجة لإحالتها للقضاء أو الرجوع بها لقرارات المحاكم الإسرائيلية هناك توصية من الكنيسة ومن الحكومة الإسرائيلية ومن محكمات ما تسمى العدل العليا الصهيونية بأن لا ضرورة للذهاب للمحاكم وأن بوسع لجنة التنظيم والبناء والمراقبة في البلدية أن تتصرف كمفوض ويمتلك كامل الصلاحيات دون اللجوء إلى المحاكم مباشرة بالهدم باعتبار أن الفلسطيني قام بمخالفة قانون البناء والتنظيم قانون عنصري فاشي شديد الخطورة فتح الأبواب على مصرعيها للجان التنظيم والشرطة الإسرائيلية وللجان التنفيذ في الميدان لصحق منازل المقدسيين وهذا ما جرى في عام 2019 غضب شعبي وتنديدات فلسطينية تعالت ضد تعديلات كامينيتس الاستبدادية التي ستفتح وفق المقدسيين الباب على مصرعيها لهدم منازلهم غير المرخصة خلال ساعات معدودة دون استماح لهم بالاعتراض أو إحالة طلبات الترخيص المجمدة بالأصل منذ أعوام والتي تتعمد إسرائيل تقطير منحها للمقدسيين رغم دفعهم مبالغ طائلة مقابل ذلك كما وستجيز التعديلات الجديدة فرض مخالفات يومية ضد استخدام الفلسطينيين لمنشآتهم غير المرخصة تصل قيمتها إلى نحو 250 دولار لليوم الواحد مقابل مكوثهم وتأجيل الهدم ما قد يجبر أصحاب الحق على التسليم والرحيل فرغم دفع الغرمات أتعاب محامي سنين في المحاكم يتم هدم المنزل وأيضا يدفع تكاليف ثمن هدف منزله حتى الأمل اللي كان موجودا اللي كان المقدسي في السابق يعيش على أمل سنة سنتين ممكن أن أطلع فيها البيت وأنه ما يتم هدمه بعد ما مكون طبعا دافع غربات عالية جدا اليوم حتى هذا الأمل حتى أنك تعيش الأمل أنه ممكن أن تضل في بيتك حلمك طموحك بنتي بـ 24 ساعة تقرير صادر عن مركز بيتسالم الحقوقي كشف أن نحو 300 مقدسيا شردوا من بلدات القدس العربية منذ مطلع العام الحالي نتيجة لهدم منازلهم بالذريعة المعهودة وهي عدم الترخيص في وقت علقت فيه التماساتهم بين أروقة المحاكم الإسرائيلية الجائرة التي أجبرت قرابة 40 عائلة مقدسية من تنفيذ قرار الهدم الذاتي بحق منازلهم لتفادي دفع الغرامات المالية الباهضة المترتبة على تنفيذ آليات بلدية الاحتلال الهدم بشكل مفاجأ إذن لن تجد آليات الهدم الإسرائيلية ما يلجم بطشها بعد اليوم فمئات المنازل هدمت وألاف مؤلفة من المقدسيين هجروا وشردوا قصرا عن مدينتهم والقائمة تطول وسط إجهاض أمل الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم حتى في الاعتراض أو الاستئناف أو رفض الظلم فالغاية نسفى كل حجر وبشر فلسطيني في هذه العاصمة بسياسات عنصرية لا شرعية تتمادى لا ترحم ولا تردع لبرنامج القدس ياسمين أسعد قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر